اشتركوا في القناة ويلا بينا نعرف كل التفاصيل تصدر مهرجان العالمين الترند خلال الأسبوع اللي فات بأكتر من حاجة ولكن كان في المقدمة حفل كاس التسعين واللي ضم مجموعة من النجوم وبالرغم من ان الحفلة كانت يوم الخميس اللي فات إلا انه الحد النهاردة في كتير من الفيديوهات بين الحفلة متصدرة للترند وخصوصا الفيديوهات اللي بتجمع ما بين هشام عباس وحميد الشعير وفيديوهات طبعا دعم الجمهور للفنان محمد فؤاد وتفاعلهم معي أما تاني ترند معنا النهاردة فهو خاص بمنتخب مصر الأولمبي واللي قدر انه يوصل لنص نهائي الأولمبيات لأول مرة من ستين سنة وده إنجاز شغل السوشيال ميديا كلها وده بعد فوزه على منتخب باراجوي بضربات الجزاء وبالرغم من هزيمة المنتخب أمام منتخب فرنسا في النص النهائي إلى إنه قدم أداء مجارف جداً وليسه عنده فرصة إنه يحقق الماديريا البرونزية ولسه مكملين كلامنا عن أولمبيات باريس والمرة دي عن إيمان كوليف واللي تصدرت الترند على مين لدرجة إنه رئيسة الوزراء الإيطالية بنفسها تلعت اتكلمت عنها إيمان تصدرت الترند بعد مباراتها مع لعابة منتخب إيطاليا واللي انسحبت فيه الدقائق الأولى من المباراة وبدأ الوافد الإيطالي يوجه اتهامات الإيمان بأنها أصلاً مش بنت وأنها متحولة جنسياً ولكن خرجت اللجنة الأولمبية الدولية عشان تنصفها وتأكد إن كل دي إشعاعات ومش صحيحة تماماً وبكده نكون خلصنا فكر ترانز أوف دي ويك خلال الأيام اللي فاتت خرج أكتر من تحذير من منظمة الصحة العالمية بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحذرة سكان العالم من التعارض المباشر لأشعة الشمس خصوصاً في شهر أغسطس والتحذير كان بيوضح إنه التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة هيكون لها تدعيات كبيرة جداً على كل حاجة على الأرض وطبعاً الموضوع ده شغل الناس على السوشيال ميديا واللي تقريباً يومياً بنلاقي فيديوهات مختلفة متصدرة لتراند وبتتكلم عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع يكون معنا دلوقتي مداخلة مع الدكتور وحيد إمام أستاذ العلوم البيئية بجامعة عين الشمس عشان نعرف منه أكتر عن الموضوع أهلاً بحضرتك يا دكتور الحمد لله في البداية عايزين نعرف من حضرتك هل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وارتوبة هذا طبيعي دلوقتي أنه يحصل في الشهور دي ولا؟ هي بس خلينا نفس الرطوبة لأن الرطوبة دي شيء مستقل بذاته كويس هي اللي بتزيد الشعور بالحرارة فالوقت ده اللي هو ما بنقش على أغسطس ده وقت بيبقى غالبية الأمطار اللي بتنزل بتنزل في وقت الصيد في اعتبار من أغسطس وسكتمبرات بلئيس بالشكل كبير وخصوصاً في المناطق بتاعتنا أما التغيرات المناخية فهي بتزيد بالفعل من حدة ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي إذا كانت في ارتفاع درجات الحرارة بيبقى فيه نسبة بخر عالية وبالتالي المناطق اللي بتبقى فيها زراعات فضرة أو اللي بتبقى فيها مصطحات نائية بتزيد فيها عاملات البخرة بتزيد فيها الإحساس بغطوبة بشكل كبير ولو كان في رياح موجودة فهذه الرياحة هتساعد على انتقال الشعور بغطوبة من المناطق اللي تولدت فيها وتنقلها طبعاً للمناطق الداكلية زي مثلاً بالموضل وده اللي بنتكلم عليه التغيرات المناخية للأسف حدث التفاع للأنشطة البشرية كان المرضود بتاح ارتفاع حدث درجة الحرارة على حظنا إن احنا متوسط درجة أرض الأرض زادت بمعدل واحد وواحد من عشر درجة عن المعدل الطبيعي بتاحها اللي هو خمس درجة والعالم كله بيسعى حالياً دلوقتي إنه ما تزدش عن واحد ونص يعني إحنا عندنا أربعة من عشر درجة بنحاول عام عشرين وخمسين نتخلص ما نوصل لهمش بأي شكل من الأشكال وده عملها تبقى صعبة جداً لو استمر الحال بالمنظر ده في ارتفاع درجات الحرارة وعدم الالتزام العالمي لأنه دي مشكلة عالمية عدم الالتزام العالمي من مجالبات الدول المتسببة في ارتفاع درجات الحرارة بسبب الصناعة والنشطة البشرية بتاعتها وخصصاً الصين والسبع دول الصناعية والبلغات المتحدة الأمريكية بيمثلوا أكثر من 75% من أسباب المشكلة دول كلهم عدم التزامهم بيؤتي أو بيشير بشكل كبير زي ما الأمين العام للأمين المتحدة وزي التقارير الإي بي سي سي الهيئة الحكومية المعنية بتغيير المناسة إذنه لو استمر الحال بهذه الوثيرة هنوصل على عام تلاتين ممكن أن تتلات ست سنين لأكثر من واحد وثلاثة من عشرة وممكن الواحد ونصف اللي إحنا بنستهدفه ما يحصلش لأن إحنا بنستهدف على عام تلاتين انتفاضة في نسبة الغازات المحدثة المتسببة في ظهارة احتباس الحراري لـ 50% نقللها 50% طب إزاي 50% وحية بالفعل كل اللي بيسجل سنويا بزيادة ففي مشكلة مشكلة عالمية ومهمة جدا تدركها بأي شكل من الأشكال التغييرات المناخية بشكل عام بتؤدي إلى ظواهر متطرفة الظواهر المتطرفة إحنا ممكن يشوفها على شكل السيول وشكل الطيضانات الموجودة معانا في مناطق جفاف في مناطق تانية وإذا الغريب يعني حزام الأمطار ابتدى يتغير بشكل كبير من المناطق الأساسية الموجودة فيه فإما بزيادة أو بالنقصان على تبيل المثال إحنا شايفين أن المنطقة يعني إحنا السودان كانت لستغرقانة في الأمطار والفائضانات الموجودة فيها في الدول كثيرة بقت فيها سلوك موجودة أرجنتين على سبيل المثال اتغطت بسلوك يعني مناطق حر جدا ومناطق فيها سيول وفيضانات ويحنا شوفنا باكستان نفس القصة شوفنا الصين نفس القصة موجودة فيها ومناطق أخرى فيها سلوك موجودة في هذا التوقيت يعني إحنا من فترة أريضة لستة بنشوف هذه الظواهر المتطرفة وبالتالي ذا كله بيكون لأثار جانبية مباشرة أو غير مباشرة على صحة الإنسان وعلى صحة الحيوان وخلافهم طيب دكتور بعض المنظمات العالمية بتقول أن الارتفاع ده ممكن يتسبب في دوابان الجليد والتالي يحصل تسونامي في بعض الدول هل الكلام ده صحيح ولا دي إشعيت الزوابان الجليد ما يؤديش إلى تسونامي بأي حمل الأحوال ظهر التسونامي عشان تحصل محتاجة أن يكون فيه زلزال في باطم الأرض من الواحيات التونية وقصة الموجودة في المناطق المفتوحة المناطق المفتوحة يعني المحيطات يعني مثلا ما بقول من البحر المتوسط عندي لا ده إحنا بنسميه ده شبه بحيرة مغلقة يعني ده هنا هو سيمي سيركولار كلوز دليجون وايسا مقفول يعني بحيرة مغلقة ملهاش اللي مدخل واحد من المياه اللي هو من ماضي الجبل طارق بتخش وتطلع منه وبالتالي المساحات اللي موجودة والأعماق اللي موجودة ما تسمحش بأي شكل من الأشقال تحدوث التسونامي في منطقة البحر المتوسطة بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه كويسا وإحنا شفنا من فترة قريبة يمكن حوالي ثلاثة أيام في زلزال حصل في إيطاليا حوالي خمسة بخطر وكان التأثيرات بتاعتولة تسكرة يعني إذن احنا بنتكلم على ايه منطقة مغلقة أو شبه مغلقة نادر إنه ممكن يحصل فيها التسونامي التسونامي حصل مرة واحدة يمكن في البحر المتوسط سنة 1650 لأسباب مختلفة موجودة بردق زلزال بس كان بسبب وكان داتيلي موجود في قوعة البحراء ودي قصة تانية ما حصلتش تاني من وقتها ولكن بشكل عام ما عنديش مشكلة أما في المناطق المفتوحة زوابان الجليد وحتى المناطق المغلقة وشبه المغلقة بيؤدي إلى اختفاع مستوى سطح البحر هو ده اللي ممكن يؤدي إلى غرق المناطق المنخفضة وده اللي بنتكلم عليه يعني يكون عندي جزر أو عندي شواطئ منخفضة يعني مثلا منطقة برسائي منطقة منخفضة الميا ما تيجي زيت فيها بدي بنسبة سنويا أربعة من عشرة إحنا بنتكلم عليها من الأربعة ملي أسف أربعة ملي أربعة ملي يعني أنا بنيجي نتكلم على مئة سنة يعني هنا هو في عندي ربع مئة ملي يعني أنا دخلت على حوالي كمسين سنة وفي نفس الوقت بيحصل تآكل للشاطئ بنفس المستوى أو أزية شوية يعني ممكن يبقى من أربعة لخمسة ملي يعني أما ضيف لتنين ألاقي نفسي إن أنا وصلت لحوالي إما كمانين سنة أو مئة سنة يعني حوالي المترة حاب في خلال المتعة من القادمة آه يبقى المنطقة دي المترة تيغرق الدنيا قادس مترة يقل الملوحة تزيد في المياه الجوفية في المناطق القريبة مترة معناها إن الدلتة كلها بتغرق لغاية البحيرة ده مش اللي حاصل طبعا عند الوقت حاليا عندنا لا ده مش حاصل لا الحمد لله مش حاصل وبعدين طبعا الدول ما بيسيبش نفسها بهذا الشكل طبعا طب سؤال الأخير يا دكتور غال الشتاء ده معناه كده أنه ممكن يكون شديد البرودة وفيه أمطار ولا حيبقى الشتاء دافئ لا أبو الصيلي الشتاء الدافئ كان السنة دي والسنة اللي جاية من المتوقع إن الشتاء حيكون باردة كويسة البرودة بتاعته دي حتتوقف على ظاهرة عكسية إحنا عندنا بوقت الظاهرة اللي عايشين فيها من فبراير 23 دقاية الوقت اللي هي الظاهرة اللي يتوقع لها ظاهرة المينيو ظاهرة المينيو ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطة الهادي في المنطقة الشرقية بمعدل نص درارة هي اللي رفعت وضعفة متوسط درجة الحرارة اللي موجودة ووصلتها إلى في المتوسط إلى 1.4 من 10 أنا بتكلم الترعيوات المناتية 1.1 من 10 وحديم زودة كمان 3 من 10 فنحسسانا بالنار الشديدة اللي العالم كله بيتكوي بيها دلوقتي بتنتهي هذه الظاهرة على نهاية أغسطس وبداية سبتمبر يعني على سبتمبر بتبقى الدنيا تبدأت تزبط معنا إن شاء الله ولكن هو السؤال هل الظاهرة المقابلة لها اللي هي بيسموها اللا نينيو فيه النينيو واللا نينيو اللا نينيو بقى دي هي المسكولة بقى عن البرودة والأمطار اللي احنا بنتكلم عليها هل حتبدأ بالفعل مباشرة وراء اتهاء ظاهرة النينيو ويعني اعتبارا من بداية التغير هو الشتاء القادم ولا ممكن تتأخر فلو ابتدت هتحس ببرودة شديدة أشد من اللي انت كنت بتحس بيها ولو اتأخرت شرسامنا هتحس فيه ببرودة بس البرودة هتبقى محتملة بشكل أو بآخر ولكن بواجه عام الحرارة مش هتبقى مرتفعة حتى في فصل الصيفة بنفس الوطيرة ونفس الشذوذ اللي احنا شايتين وعليه دكتور وحيد امام استاذ العلوم البيئية بجامعة عين شمس بشكر حضرتك جدا على المداخلة وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشال لاب ونرجع نكمل بقية فقراتنا استنونا واللي جمهوره دلوقتي منتظر الحفلة اللي هتكون يوم الجمعة 9 اغسطس وطبعا تنوعة الفوص والكومنز من جمهور الهضبة على السوشال ميديا وكتبوا هم نفسهم يسمعوا ايه من اغانين عمرت زيب نشط جدا على الانستجرام وبيتابعه 29 مليون و600 ألف فالور وهو بيتابع 17 أكاونت بس منهم طبعا ولاد ونور وعبد الله وكنزي وجانا وكمان الفنان أحمد حلمي ورغب علامة الهضبة نشر على الانستجرام لحد الوقتي حوالي 1445 بوست وأغلبهم صور من حفلاته وفيديوهات لأغنية الجديدة وصور لي مع أصحابه وفرقته الموسيقية من الانستجرام ونشر بوست بيعلن عن حفلته اللي هتكون في العالمين في دورته التانية تعالوا نروح ليوتيوب القناة عليها أكتر من 6 مليون مشترك ونشر حوالي 102 فيديو لحد دلوقتي القناة دي أطلقها عمر الديب سنة 2006 والحد دلوقتي حققت إجمالي مشاهدات لكل الفيديوهات وصلت لمليار وتسعمية مليون مشاهدة قناة عمر الديب على اليوتيوب بقتها المصدر الرسمي والرئيسي لكل ألبوماته الأخيرة وتحديداً من أول ما بدأ ينتج ألبوماته بنفسه من سنة 2016 مع ألبوم أحلى وأحلى وبكده خلصت فقرة السوشال لاب ودلوقتي تعالوا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا مع ضيف ترينز النهاردة وقت قليل بيوصلنا عن بداية السنة الدراسية الجديدة وخلال الفترة دي دايماً بنشوف أمهات كتير بيكونوا حبين أن هما يأهلوا أولادهم للدراسة بعد فترة الأجازة دفتنا النهاردة خصاصة المحتوى بتاعها أنها شوف في حلول تربط بين التعليم واللعب والانبساط وقدرت أنها تعمل نظام تعليمي جديد وبعيد كل البعد عن الروتين والحفظ عشان تساعد الأولاد أن هما يحبوا الدراسة منورنا إيمي أبازا مؤسسة بيج أميس جايد زيك يا إيمي؟ أهلا بيك عاملة ايه؟ تمام الحمد لله طبعاً أنت مش فاهمها يعني هو إحنا بالنسبة لنا كأمهات كلنا أكتر حاجة متعبة في الكون أن احنا نقعد ولادنا أن هما يذكروا وللأسف إحنا تعودنا على طريقة معينة وبنكررها مع ولادنا تعودنا على طريقة اللي هو زاكر 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 احفظ 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 أن هما أينين يذكروا تمام فأول حاجة عايزة أعرف عنها إيه هي المذاكرة اللي من غير حفظ حلو الهدف أني أحفظ عشان أروح أمتحن وحط المعلومات دي وانسى بعد كده يعني أكيد إحنا مش عايزين ده طب ما إحنا ممكن نفس المعلومات دي نعرفها إنه فن لوفلي كده كيوت وي بالطريقة دي أنا عمري ما هنساها يعني أول حاجة إحنا بس نحط نفسنا مكانهم ونفتكر لما إحنا كنا زيهم كده طب ليه نعمل تاني نفس يعني ليه عقد نفسية جديدة في ناس جديدة طيب ما إحنا نغير بقى الفكرة دي مع إن نفس المعلومات دي في طريقة تانية ألطف وأظرف كتير أعرف أعرف بيها المعلومات دي وأكتر منها بكتير الأطفال بخلقة ربنا كيوريس إحنا ربنا خلقنا عندنا فضول عايزين نعرف تمام إحنا لما بيجوا يسألونا بنقفلهم وبكفاية مع إن هي دي أصلا لما بيسألنا ما هو عايز يعرفه المعلومات اللي موجودة في المناهج هي نفسها هي معلومات الدنيا دي معلومات عامة يعني الساينس المعث أساسي عشان أبقى أفاهم أصلا كده الساينس في كل حاجة في حياتنا من أول جسمي من أول باكل إيه بشرة إيه بيأثر بيعمل إيه الدنيا اللي إحنا عايشين فيها بتنفس إيه ده كله اسمه ساينس فأنا مش محتاج أعوصل لغاية أني أدخل المدرسة عشان أبتدي أشوف ده في منهجه وخلص طبعا فإزاي بيبقى حاجة فان بني أسيب ويلعب هو الطفل أصلا بيتعلم وهو بيلعب ده الطبيعي بتاعه فاللعب هو أساس التعليم ففيه طرق كتير جدا 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 أحلى وأسهل بكتير من أني مجرد قعدهم غصبا واقتدارا قاعد يحفظ عشان أنه هو يروح يمتحن وخلص طب أنا قبل معرف إيه هي الطرق دي أنا عايز أعرف انت جاتك الفكرة دي من فان من نفس فكرة كل أمهات الدنيا اللي إحنا مش عاجبنا اللي حاصل ده فينا أكيد وفعارفين إن إحنا الموضوع النظري ده وخلاص وإن أنا قاعد يعني متأذي وأنا بعمل ده فليه طيب أعمل وكنا مش عايز أعمل كده في أولادي أكيد ففيه عايز أعرف إيه إزاي إن إحنا ننجوي أور لايف إزاي يبسطوا بحياتهم وبطفولتهم وأنا استمتع معهم بطفولتهم دي كمان إحنا مخلفينهم أنا عايز أقولك إن ساعات أنا بحيث إن فيه أماد كتير علاقتهم بالبوز بولادهم دي بقى هي دي بقى طب معلاء طيب إحنا بنتخانق إحنا بنتخانق هو فيه فيه فرق بس بين الجدية تمام وإنه إحنا مش عايزين نزعل إحنا من بعض هنا فيه نقطة واحدة بتاعت الإلتزام فيه وقت الجد بعمل فيه جد بس مش لازم نتأذى ونتخانق ونسحب السفير من بعض ونتخاصم وكل المشاكل النفسية دي بجد لكن فيه هنعرف نتعلم إزاي عشان كده إحنا دلوقتي هنا هو عشان نستغل الأجازة بمعنى إن أنا في الأجازة دي أعرف أخذ معلومات فظيعة ومهمة جدا كده كده هتجيلي في المنهج كمان شهر بس أنا دلوقتي محضر وبخرج وبتبسط وبشوفها في كارتونز وبشوفها في أبليكيشنز أقول لكم كل الطرق هتعملوا إيه بيها لما هاجي أخذها بعد كده هبقى مبسوط إن أنا شفتها قبل كده وإن إحنا رحناها وتفسحنا فيها مع بعض فبلاش بقى الخسائر النفسية والزعل والخصام ف seismنا بنحاوله دا هو تجنباً للا يحصل إنما وقت المذاكرة فده وقت المذاكرة أنا عندي هدف أنا عارف إن أولاً ده شغلي وده دلوقتي المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي ده وقت دراسة فأنا هنا جد تمام مش معنى كده بس عارف كمان حاجة لما هخلص ده هرجع تيانيا أقدر أعمل بالطريقة الثانية ويبقى فيه بنا ثقة واتفئيات هخلص ده ده عشان ده اللي لازم ده المهم دلوقتي أخلص مذاكرتي وأخلص واجباتي إنما بعد كده في الأجازة بنعمل كل اللي احنا عايزينه وأكتر منه وهو تعليم أصلاً بس بالإنبساط مدينة بتحكي 4600 سنة من عمر الأرض وفيها مجسمات للديناصورات وكمان لحيوانات من كل البيئات الطبيعية هنسافر في الزمن ونزور معالم من مصر في عصور مختلفة فرعوني، إبطي، فاطمي وكمان هندخل في رحلة رهيبة جوا جسمنا وهنلعب فيزياء وهنتعرف على العلماء وإنجازاتهم اللي غيرت حياتنا للأحسن وهنتفرج على سمك سبحان الله على ألوانه وجماله هنخرج برك كرة الأرضية خالص ونوصل للنجوم والكواكب والمجرات كل ده وأكتر موجود في المراكز الاستكشافية التعليمية مجاناً نبتزي مع بعض نعمل إيه علشان موضوع الأجهزة دي هم ما ينسوش القديم اللي أخدوه السنة اللي قبلها ونجهزهم ونجهزهم ونحضرهم للجديد كمام جداً من غير خناقة بيني وبين أبنى من غير زعل ولا أخصم ولا أي حاجة خط بالعكس نتبسط إحنا اللي اتنين هو أصلاً الهدف إن إحنا كمان نتبسط معيهم تمام؟ طيب تعالي مثلاً نقول الدراسات مش الناس دي علنين من الدراسات حلو الدراسات دي إيه؟ مش طريق وجغرافيا طب إحنا بلد فيها طريق وجغرافيا يعني مفيش أحلى من كده الناس بتجيلنا من الدنيا كلها تتفرج على الحاجات اللي عندنا طب مش الأولى نروح إحنا نتفرج على الحاجات اللي عندنا الحاجات اللي عندنا دي كنوز يعني تمام؟ وحاجات في منتهى الجمال هم هيدرسوها وهو الطبيعي إن إحنا نعرف بلدنا ده أصلاً يعني سواء تاريخ أو غرف الأول وبمفروض نحن نعرف بقية الدنيا كمان أنا إنسان مصقف بعرف الدنيا كلها ماشي يا زيحة ولا يا بسبب ده الأول باللي عندي حلو؟ تمام الحاجة كلها جنبنا المتاحف مفيش أحلى من كده والأهم من كده إن فيها قسم تعليمي بيعمل للأطفال أنشطة تعليمية في الأجازات مجانية طيب كل المميزات الجميلة دي مش هروح أتبسط أعرف التاريخ بتاعنا على شكل قصص وحكايات أشوف القطع اللي موجودة وأفهم الدنيا وأفهم كل ده وأنا رايح زيارة مبسوط مع أهلي ومبسوط مع صحابي نشجع بعض إن إحنا نروح نستكشف مع بعض وفي عندنا أصلا كمان متاحف علمية يعني عندنا مثلا متحف علوم المية مثلا خطير وكله ساينس كده إحنا مش بس بنتكلم في التاريخ وجغرافيا إحنا كمان بنتكلم في الساينس تمام كل الحاجات دي متاحة عندنا المراكز الاستكشافية مثلا خطيرة وفي منتهج جمال ومجانية أصلا أنا بروح الأماكن دي مع أولادي بصورها للناس والناس بتكتب لي كلها إنواوا وإيه دا الكلام دا في مصر إيه دا بجد؟ أنا سافرت برا وروحت أماكن زي دي برا تفرج على الصور بتاعي دي وتفرج على الصور بتاعي دي ووريني الفرق طبعا هنا أحضب كثير هم حايلين في جميع الأحوال بس الفرق استعر بقى يعني دا مجاني هو طب يلا روح تقدر من أنت مراكز الاستكشافية مثلا دا كده دا الأول يعني دا الأول كده دا مجاني تماما الفرع الرئيسي مثلا في حدايا الأبا هتلاقي فيه ديناصرات هتلاقي ديناصرات الولاد دايما بيسألوا مثلا عليه هتلاقي فيه كمان فيه مثلا البركان كمان الجيالوجي زي الأرض وتطورها يعني بين المكان دا؟ حدايا الأبا أنا كتبة كل التفاصيل والساعة كام وبيفتح إمتى وإيه مواضيع كل التفاصيل دي أنا بكتبها عشان يبقى اللي عايز يعمل حاجة كويسة مع ولاده بمنتهى سولى يدخل يختار كل اللي ينسبه وهو بالأصح أنتوا اتفرجوا معاهم يعني يبدوا يشوفوا الكلام دا هما هتلاقيهم بوا إكسايتد أنهم عايزين يزوروا الأماكن اللي زي دي تمام؟ إيه كمان تحبوا؟ عايزين تسألوا على إيه كمان؟ لو مثلا حاجات دي حاجات الزيارات تمام؟ الحاجات التانية اللي نقدر نستخدمها بمنتهى سهولة الدنيا الحاجات الكنوز اللي أونلاين موجودة دلوقتي يعني بدل ما الإنجليش مثلا تمام؟ لغة أساسية والمفروض يعني عايز تعرف أي حاجة هتلاقيها يعني هتلاقي معلومات أكتر بكتير هي إنجليزية مصدرها هذا دلوقتي حاجة أساسية مش اختيار خلص أن يبقى عارفين إنجليزي ومش عارفينه عادي كده لأ عارفينه فعلا كويس تمام؟ هناخده تمام؟ بس إحنا نقدر دلوقتي ننجويت كلغة نستمتع بيها وكلغة مش مجرد جرامر وابقى قاعد متأزي وانا حط إيه قبل إيه وعمل إيه أنا عايزه يعرفه أسهل وأبسط من كده لسنج يبقى كويس نطقه يبقى كويس فهمه أصلا كويس ويبقى عنده حصيلة لغوية يعني كلمات كتيرة يقدر يستخدمها بعد كده مفيش أسهل بقى من كده إنه يتعلم ده ببرامج أطفال كارتونز اليوتيوب مليان كارتونز صح؟ ومليان حاجات كتيرة بس الشطارة والرك على الإختيار أطيار أخطار إن هو يتفرج على إيه تمام؟ يبقى الأول إحنا بنستخدم الحاجات الموجودة وبروح زيارات قد مقدر أكيد وبعيش معهم وبقى عندي علاقة معهم محترمة لكن ده وأكيد إن الحاجات العملية واللي بإيدي هي الأولوية تمام؟ لكن من ناحية تانية الجزء الأونلاين والجزء بتاع الشاشات أقدر مش إحنا مش ضده إحنا مش ضده التكنولوجي بالعكس هي الشطارة إني إزاي أستخدم التكنولوجي دي لمصلحتي تمام؟ أستفيد بها وأتعلم بها وأسهل طريقة وأنا في بيتي وكده كده الموبايلات معاهم أهو بس إزاي بيستخدموها كويس؟ فالكارتونز دي فيها حاجات في منتهى الجمال هي قريدي معمولة تعليمية تمام؟ متنوعة للغاية إنجليزي تلاقي إنجليز إنجليزي يعني إزاي يقرأ إزاي إنه هو يتعلم فوكاب إزاي هو يتعلم جرامر كل اللي أنا نفسي أعلمهنه بكارتونز أنا عاملة سلسلة كاملة اسمها كارتونز ولكن يعني كارتونز ولكن مفيدة جدا وممتعة جدا ومجانا وعلى يوتيوب هي موجودة طب قول لنا كده اللينكس بتعيتها أول اسمها إيه على يوتيوب؟ حلو مثلا هديكم مسائل وليسا فيه أكتر من كده هتلاقوهم على البيج عندي على أمس جايد مثلا ألفا بلوكس مثلا دي مكعبات بتتحط الحروف جنب بعض بتطلع لك الحاجة يعني مثلا كلمة كات هيحطه C-A-T وتروح تطلع لك قطة أنت ما بقيتش محتاج تقوله احفظ سبالنج بتاع حاجة ولا أن أنت أصلا تتدخل ولا تترجم ولا تعمل أي حاجة هو قريدي بيتربط عنده في مخه وبعينه بيسمع النطق المظبوط ده من البريد دي إنجليزي صرف ولازم يبقوا عارفين البريدش أكسنط طبعا الأمريكان هو الأشهر والأكتر بس كمان لازم أعرف إنجليزي الرئيس الرسمي بتاعه حلو؟ عندك مثلا دون هم كمان عاملين number blocks مش لسه كنا منتكلم عن الماث أهو حل للماث أهو بأبسط طريقة مكعبات برضو بيفاهمهم جدول الضرب وبيفاهمهم كل اللي إحنا عايزين يعرفه طب وإنه مرحلة العمرية بتاعت الحاجات دي يعني مثلا من سن كام لحد سن كام يقدر يعمل ده أونلاين حلو وده من أول يعني ده لسه الأي بي سيز والبداية خالص من أول مكعبات وكات ده الأول ما هو ليفلز كده لكن فيه كلمات طبعا أكبر أكبر من كده تمام وفيه برامج أطفال أعلى كمان من كده فيه الساينس ده بيتدرج من أول بداية لسه اللوجيك والحاجات الفعلا بسيطة وبياخدهم يتدرج معهم فعلا ويعلم معهم في الليفلز لغاية معلومات والله أنا بسمع يعني مثلا فيه عن سبيس فيه عن الدايناسورس سلسلة كاملة عن الدايناسورس لسه باسل كان عامل هو باسل يعني بحب الدايناسورس لدرجة إن إحنا روحنا متاحف زورنا في طبعا المتحف الجيولوجي يعني برضو ده مهم وموجوده في مصر موجود ويشوفه فيه عضم فعلا بتاع الدايناسورس فعلا ومن ناحية تانية هو بيدور أكتر وبيقرأ أكتر بس لو نفتح لهم المجان هم مع كده كده عايزين يعرفوا أكتر بس لو راح ظهروا تمام فيديو بتاعها اسمها دايناسورس ترين بياخدهم في رحلة كأنه وكل حلقة بتتكلم عن نوع من أنواع دايناسورس دي بكل تفاصيل السبيس والفضاء برضو تلاقي كل اللي نفسنا يتعلم يعني كمان أكتر من كده حتى كمان الموضوع بيوصل لغاية الثقافة لغاية الحكايات العالمية لغاية القطع الرسوم الفنية يعني الرسومات المشهورة في الدنيا ومين رسمها والقطع الموسيقية ومين اللي مقلفها كل ده بكارتون فيعني ما فيش أحلى ولا أسهل ولا ألطف من كده الفكرة بس أن الحاجات دي مش معروفة خالص والفكرة بقى أن أنا أصلا عرفتها منين عشان أنا قررت من يوم ما خلفت الناس الحلوة دي أن أنا قفل التلفزيون أصلا طب إيه البديل؟ قفلت التلفزيون نفسه كبرامج بتعرض علي وأنا قاعدة بس مطلقي مش بختار لأ أنا عايزة أنا أختار وعدت تفرخت أن أنا أختر لهم فعلا حاجات هي مش معروفة نهائيا وهي مش موجهة يعني هي بره أصلا بس هي معمولة بره بهدف تعليمي فعلا تمام وحاجات يعني أصيلة شوية مش زي الحاجات الإدروات اللي فيها أفكار كتير ما مش عاجبين لأ دي حاجات تعليمية فقط فبما أن أنا استخدمت ده سنين أنا دلوقتي أولادي كبار يعني كبروا شوية مش لسه برضو بس ده فعلا أنا أستمعلي وده فعلا اللي إحنا كان عندنا فده اللي مخليني دلوقتي أني أتكلم بكل الثقة لأني جربت سنين وشفت الحمد لله نتيجة ده لما يكونوا ده العادي بتاعهم ده اللي بتفرجوا عليه العادي الطبيعي بتاعهم ده النقاش بيننا كده بنبتدي ندور على أكتر من كده بيقولوا لصحابهم على حاجات زي كده فبدل ما أنا صحابي هم اللي بيشدوني في حاجة لأ أنا أبقى ليدر وأوريهم الحاجة الكويسة ونستفيد كلنا يعني فكرة أني زكاة العلم أني إحنا ننشره وأنه يبقى عندنا صدقة اسمها علم ينتفع به لبعدين طب لما أنا عرفت حاجة وربنا كرمني أصلا أنا وصلت لها يبقى أنا كمان بعرف البقين يعني بناخدهم معنا رحلات لمتاحف بصلا نشجعهم وبنقولهم أنتوا كمان لازم تعملوا كده لما تشوفوا حاجة حلوة لازم توروا الناس بقية الحاجات الحلوة وخصوصا أنه ده كله هتشوفوه كمان صهر صح في المدرسة طب يلا تعالوا نستمتع به وإحنا مع بعض وكده هنشجعهم وهتبقى خروجة حلوة وفصحة حلوة وحاجة حلوة بنتفرج عليها فهنتناقش فيها فيبقى عندنا جيل حلو كده وشاطر كده وواعي كده ومثقف كده وبيشجع بعضه على حاجات حلوة ونسيبنا من كل الحاجات اللي مش عاجبانا كلنا طيب إني تفتكري الموضوع بتاع الأبليكيشنز واليوتيوب ده بينفع مع أي طالب حتى لو مستوى ضعيف شوية بالعكس ده هو أصلا معمول عشان كده يعني أنا عايز أقولك إن فيه أبليكيشنز للأطفال من قبل حتى ما يتعلموا يقرؤ أنت فاهمها قد قل صغيرين يعني عندك مثلا سكراتش تمام ده مش محتاج إنك حتى تكون بتعرفت بس ده برمجة دي بداية البرمجة إحنا دلوقتي اللغة أساسية لغات البرمجة دي لازم يكونوا عارفينها من هو صغار إحنا خلاص في عصر الـ AI وعصر يعني ما بقاش فيه ينفع التأخير في الحاجات دي غير إن الأبليكيشنز دي أصلا معمولة هي يعني هو مصلحته إنه هو عايز يشدك وعايزك تفضل عليه فهو آه تنفع لهم بالعكس هي بيعملوها بأسهل طريقة وبـ وبيفضلوا يبعطونهم كل شوية بقى الـ نوتيفيكيشنز إن توصلت الليفل اللي مش عارف إيه فتعالا كمل ويبكروهم وإنت دلوقتي بقيت إيه طب فبيعرفوا إزاي يشدوه فلما يتشدوا لحاجة مفيدة زي كده أنا مع الفكرة قلبا وقلبا في مثلا أبليكيشنز تانية بتعلمك لغات طبعا مش مجرد إنجليز بيفضل بقى كل شوية يوري له إنت وصلت الليفل كزا تدلوقتي عندك حصيل لغوية مش عارف بقيت تعرف كام كلمة بعمل منافسة مع نفسه إنه هو يحسن هو عايز كأنه بيلعب لابا وعايز يكسب فيها بالضبط هي نفس فكرة الجيمز بس جيمز مفيدة فمبسوط وألوان وحاجات يعني نفسه هي جيمز أصلا وأبليكيشنز زيها زي كل حاجات تانية مش مفيدة بيروحوا لها بس دي مفيدة بيروحوا لها فده فأنا مع الفكرة دي جدا نفسي تتعلم برمجة بالمجان سعال أولادك إزاي بس أولا نعمله في سيئيف للفيديو ولكنكم ما تحتاجوه أنتم وأولادكم أنا جاي النهاردة أعرفكم أن في موقع مجاني لتعريم المرمجة والكوتينج لأطفال كل ده موجود على موقع سكراتش وده من أسل المواقع في تعريم المرمجة لأنه بيقدم المحتوى في شكل قصة ويوفر لطفل حرية الاختيار وبالتاني اللي ابدع فبيعب وبيشتغل عليه وهو فعلا مستمتع ومسوط والميزة كان في المواقع أن الأطفال يضر يضيفه عليه بشوار من الإنترنت أو الرسومات هو ما أنا سموه من نفسهم أو يصمم شخصيات عن عابه بنفسه غير أنه يقدر يضيف أصوات أو يفجلها بنفسه وحتى لو تسواك لسه مش بيعرف يقرأ أو يكتب ممكن تبتغل معاه بموقع سكراتش تونير كاتش كوي جدا فوصينا في عامة البرمجة والكوتينج طيب إزاي نخلي الولاد مستعدين عشان ديسوا المهمة أوي يا إيمي ليه المدرسة في الفترة اللي جاية دي حلو سنة جديدة عام دراسي جديد طبعا إحنا طالعين من أجازة والأجازة بتبقى عارفة اللي هو في صدمة كده بتحصل للأمات والأطفال للاتنين أنه أنا مش عارفة هو مش عارف يركز أول أسبوعين في المدرسة هو مش راضي يصحق هو عايز ينام متأخر أجازة بقى فإحنا إزاي نخليهم مستعدين لفترة الدراسة اللي احنا داخلين عليها دي بطريقة سريعة شوية وكمان ما تبقاش مؤزية بالنسبة لهم ما تبقاش برضو بتعصب الأم أو أن هي تحس أن هي عليها ضغط كبير جدا أنها تخليه يعمل ده إحنا عشان يعني المقفوض تكون العلاقة بيننا أن إحنا بنكلم في كل حاجة بالضبط عندنا كالندر أو النتيجة بنبقى عارفين إحنا وقت الدراسة بتاعتنا من وقت كذا لوقت كذا وفيه في النص أجازة مثلا نص السنة أجازة نص سنة في الشتة فبالتالي دي بنعمل فيها كذا أجازة الصيف بنعمل فيها كذا تمام فيه ويك أنت تمام وفيه توزيع وتزبيط الوقت بمعنى أن أنا مش عندي معاناة سنة مثلا وهو الفكرة أصلا أن أنا داخل على سنة دراسية بس دا مش معناه أن فيه مأساة هو إحنا الأول زي ما قلنا إحنا كده كده بنحط نفسنا مكانهم لو إحنا شخصيا فأجازة ورجعين شغلنا العادي هنبقى متضررين طيب لكن الموضوع في الآخر أنا عارف أن دا شغلي وأنا باخد من شغلي دا مرتب والمرتب دا أساسي عشان أعرف نعيش بالنسبة لهم نفس الفكرة الدراسة دي هي دلوقتي شغلك في الحياة وده اللي بيعليك في الليفلز بتاعتك وده اللي هيوصلك لحاجة أحسن بعدين فنبقى الأول كده بس واضحين على دا بس إزاي أعرف أني أتقبل دا بشكل يخليني أبقى فاهم إن دا لمصلحتي قصوى وفي نفس الوقت شطرتي إني أستفيد برضو بالوقت دا وإنه هو مش مجرد للدراس بمعنى إني هخلص اللي ورايا اللي هو لازم دي مسؤوليتي لكن في نفس الوقت فيه كتير إيفنت موجودة في وقت الدراسة عادي وبعلن عنها على طول وبتبقى في الويك أند شطرتي إني خلص اللي ورايا الأول عشان أعرف أني أنا أروح دا كمان ما فيش مشكلة هل تقترحلنا يا أمي كده ثلاثة أماكن نروح الأسبوع دا مساء حلو الأسبوع دا على طول يلا أول حاجة تروحوها للمركز الاستكشافي دا عشان دا فعلا حلو هيتبسلوا فيه التنوع اللي فيه حلو جدا ومجان تمام إيه كمان دا اللي انسي أرسي عليه في أول حلقة آه وهتلاقي عندكم صور عرضوها للناس هينبهروا مبهر هيروحوهم بكرة على طول تاني حاجة المتاحف بجد والمتاحف دي متنوع جدا أنه فيه متحف فيهم بقى استنى أقول لكم وده الليجو شوف الولاد بتحب المكعبات متحف الليجو مثلا هتروحوه هو جوه المتحف المصري بنفس التاكت هذا ليس أجزيد لا المتحف المصري اللي في التحرير والله وبقالنا سنين بنروحوا وبقالي سنين كل ما حطوا صور بتاعته الناس تقولك دا فيه أنا عم نفسي معرفش وروحت المتحف المصري مليون مرة ما أنا أول كلمة كتبها في البوست إنه دا ومش هتصدقي الجمال فعلا بجد وغير الجوالات بقى اللي بيعملوها الولاد زي ما اتفاقنا إنه بيعملوا كتير حاجات مجانية لأطفال القسم التعليمي هناك يعني هايل بقالنا سنين بنروح معهم حاجات كتير والولاد دي حضروا معهم مثلا كان فيه عاملين برنامج اسمه حامل أثر فالطفل نفسه يبقى فاهم كده إنه مسئوليتك أنت نفسك إنه أنت مسئول عن الأثار بتاعتك وإنه إزاي تحافظ عليها مش بس جنيت الأسماك فيها حتة برضو جوه كده مش معروفة والناس مش بيروحوها مكان جوه زي أكواريوم صغير كده إحنا رحنا أكواريوم بره ورحنا أكواريوم بتاع الغرداء مثلا طبعا يجنن بس مش لازم تسافر قديني بقولك على حاجة ما كان زو جنبين أهو جوه زمالك بزب بخمسة جنيه أهو بس خروجة لطيفة صغريفة هيشوفوا فيها عندهم تمسيح وعندهم سحالف وعندهم سمك محنط وسمك مش محنط أهو بس أن أنا عايزة أقولك ما نعرفش أي حاجة على الأماكن دي وحاجات بجد إحنا ممكن نكون بنسافر علشان نروح نشوف حاجة زي كده هو إحنا حرفيا بنعمل كده وهي الحاجة جنبين عندنا عندنا بيوت أسرية في منتهى الجمال الفكرة بقى أن انتك هنا كأنك بتسافر بالزمن مصر القديمة وكده حتة كتيرة بيت يمكن مثلا كنا فيه من قريبك بيتعمل فيهم حاجات ثقافية متنوعة جدا يعني إحنا حضرنا فيه ده بقى الشباب لا والله مش كده يعني اليوم اللي إحنا روحنا ده مثلا كانوا عاملين عرض مصرحية وكانوا جايين ناس من اليابان بالبوبتز بتاعة اليابان بالشكل بتاعهم ده يعني الأماكن بتعمل حاجات حلوة والحاجات دي بتكون مجانية وأنا بدور عليها لأولادي وفي نفس الوقت بروح أيل للناس كلها عشان يروحوا يستفيدوا مدينة الأحلام عرض حلو قوي قوي بيقدموا متطوعين يابانيين شطرين ونزاز جدا ودمون خفيف الولاد هيتبسطوا فعلا وفي نفس الوقت هيستفيدوا جدا جدا أنا والولاد بنتبسط قوي في الإيفانت دي وبدور عليها دايما وبستمناها ومن زمان بنحضر منها كتير واليوم ده كان فرصة هيلة للتعرف على اليابانيين وثقافتهم وفنونهم التقليدين الصفارات بتعمل حاجات حلوة كتير إحنا روحنا كتير حاجات طبع الصين مثلا طبعا والهند برضو بتعمل نفس الحاجات الفكرة دي بتخلي الولاد فعلا عندهم ثقافة كده عندهم واعي وعندهم موجود في الدنيا كلها عايزين نتكلم على موضوع البرمجة كمان إنه زي ما قلنا إن فيه أبليكيشنز من هما قبل ما يقدروا أصلا يقروا لا أو الموضوع بيكبر بعد كده إنه هما يقدروا يدخلوا مسابقات عالمية من هما عندهم أربع سنين من هما أربع سنين يقدروا يعرضوا فكرتهم ويقدروا يبرمجوا ويعرفوا يعملوا بروجيكت ويعرفوا يعملوا بريزنتيشن ويبقى عندهم كور فاليوز ويبقوا فاهمين كده أنا جادش كمان في مسابقة مسابقة الأفقال مثلا عايز أقولك إنه لما بيدخلوا علينا الولادهم أربع سنين بجد ولابسين بحصتهم بتاعتهم دينش يعني أنا ببقى هموت عليهم أصلا ما شاء الله ويقفوا ويبريزنت در أيديا ويبقوا فاهمين يعني إيه يقدم أفكار وكده دي بريزنتيشن سكيلز دي السوفت سكيلز عموما حاجة أساسية هناك ناس كبار ما بتعرفش تعملها أنا لسه هقولك بزي بس تخيال الخسارة لما أنا بقى عندي فكرة ومش عارف عرضها والناس تانية بتوصل أحسن وبتعمل أحسن شان أنا مش عارف عرض فكريتي طب يعني خسارة يعني الحاجات دي المهارات دي دلوقتي أساسية فعلا وما ينفعش نأخرهم يعني ويبقى احنا بنظلمهم إذا مش بنأهلهم بالشكل أو يعني بنديهم الفرصة أن هم يبقوا أحسن نسخة من نفسهم من بدري إحنا دورنا إيه دورنا أن نفتح لهم الأبواب كلها طبعا بنسهل عليهم الحاجة اللي موجودة هم يختاروا أنت بس دلوقتي لسه بتكتشف قدراتهم إيه تمام بس الفكرة أني أسعده أنه هو يبقى إنسان أحسن طبعا هو ده دورنا أنا شايفة أن دي مسؤوليتنا زي الأكل والشرب والدراسة الحاجات الرسمية أو الأساسية دي مش كفاية دلوقتي كلنا وقعنا في الغلطة دي لما تخرجنا واكتشفنا أن إحنا لسه عايزين ناخد كورسة إنجليزية وعايزين ناخد كورسة ده كان زمان ما بقاش ينفع ده دلوقتي خالص دلوقتي ده بيمشي مع ده من بدري ولازم أساسي وإلا يعني حرام إن ما يبقاش لي مكان في المستقبل مع إن المستقبل فاتح للأفكار للحد اللي عنده أفكار فعلا هو ده اللي دلوقتي بيفرق هو ده اللي هيكون ليه دور إن شاء الله كويس إن شاء الله إيمي أنت نورتيني النهاردة ومرسي قوي على أن أنت كنت موجودة أنا شخصيا استفدت وعايز أقولك أن أنا بجد هدخل عام الفرر أن أنا عايز أشوف أقدر أعمل إيه وساعد بيه ابني تعودوا مع ولادكم وتفرجوا على هذا الكم واختاروا اللي ينسبكم الابشنز كتيرة فعلا فعلا بجد وكل واحد حسب ميولو وجربوا كل الحاجات عندكم فرصة الأجازة أستغلوها بجد آه لازم لازم مرسي قوي نورتيني العافو جدا وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة نشوفكم إن شاء الله في نفس المعادة الأسبوع الجاي باي باي